متابعين الاعزاء نعمل منكم الاشتراك في القناة والتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا اولا باول كشف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونيخ عن قيمه بخدعة خلال لقاء فريقه مع بايرن ليفركوزن في نصف نهاية كاسي المانيا تعتمد على مهارة من مهارة لعبة الهوكي وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لصحيفة بيلد الالمانية يثبت نفسي عندما تاتي تزديدة من احد لعبي فريقي امام الحارس ما يتسبب في حجب الرؤية عنه وذلك مع لمسة خفيفة للغاية للكرة واضاف لقد فعلت ذلك في كرة الهدف الاول لخاف مارتينيز ولكنك تحتاج الى توقيت جيد وتمركز سليم تعلمت هذه الخدعة من المهاجمين في لعبة الهوكي ولقد جربتها ثلاثة او اربع مرات بالفعل ومن ناحية اخرى اوضح ليفانه يتعفى بشكل جيد من اصابة في عينه التي لحقت به خلال لقاء شبيليا في ربع نهاي دور ابطالوروبا لحساب مرحلة الاياب مؤكدا ان عينه بدأت في استعادة لونها الطبيعي والالم بدأ في التلاشي نهائيا اكد المدير الفني لمانشستر يونيتد البرتغالي جوزي مورينيو انه لا يهتم بجائزة رجل المباراة التي حصل عليها لعبه الفرنسي بول بوكبا بالجولة الخميسة والثلاثين من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز واثار بوكبا ومورينيو الجدل خلال المباراة بعدما غادر الفرنسي ارض الملعب عقب استبداله ثم العودة مرة اخرى في مقاعد البدلاء الامر الذي فسره البعض بوجود خلاف جديد بينهما وقال مورينيو في تصريحات عقب اللقاء ليس لدي رأي جيد بشأن جائزة رجل المباراة لا افضلها اطلاقا لكن بول بوكبا لعب بشكل جيد حقا واضاف كل شيء كان اسرع وكان بسيطا وجيدا وانا سعيد للغاية واللعبين الان لديهم هذا الشعور الاجابي وربطت العديد من التقارير الصحفية بوكباب الرحيل عن اليونايتد بنهاية الموسم الجاري بسبب توتر العلاقة بينه وبين جوزي مورينيو المدير الفني لليونايتد اعلنت شبكة سكاي سبورتس الانجليزيان الاتحاد الانجليزي لكرة القدم واندية الدوري الممتاز والدرجات الادنى وافقوا على ادراج فترة التوقف الشتوي بداية من بوسم الفين وتسعة عشر الفين وعشرين وفقا لتقارير صحفية واشارت الصحيفين الاجتماع المنعقد في العاصمة الانجليزية لندن وانتهى على هذا الاتفاق المبدئي الذي ستحصل الاندية بمقتضاه على راحة لمدة ثلاثة عشر يوما وسيتم تفعيلها بدءا من عام الفين وعشرين ولن تؤثر فترة التوقف المذكورة على مواعيد المباريات المكثفة التي تخوضها الاندية الانجليزية خلال فترة عياد الميلاد والجولة المعروفة تاريخيا بالبوكسينجداي في السادس والعشرين ديسمبر كانون الاول من كل عام وستقتضي هذه الفترة الغاء مواجهة الاعادة في بطولة كأس انجلترا في حالة التعادل وهو الامر نفسه الذي سينطبق على جميع الدرجات الاخرى يذكر ان دوريات الكبرى في القارة العجوزة الاسباني والايطالي والالماني والفرنسي تحصل على فترة توقف وسط الموسم تتراوح بين احد عشر يوما وحتى شهر قال صانع العاب ريال مدريد الاسباق البرازيلي ريكاردو كاكا ان خطوة انتقاله الى الفريق الملكي في صيف عام 2009 قادما من ميلان تسببت في تدميره كرويا وتألق كاكا ضمن صفوف ميلان في الفترة بين عامي 2003 حتى 2009 قبل انضمامه للريال مقابل 65 مليون يورو الا انه لم ينجح في اثبات نفسه مع الميرنجي ليعود بعدها الى صفوف الرسونيري عام 2013 وقال كاكا في تصريحة نقلها موقع فوتبول اسبانيا في عام 2009 وفقت على الانتقال لريال مدريد ولكن اعتقد ان هذه الخطوة دمرتني تماما لم انجح في تكرار ما قدمته مع ميلان فاضف اللعب المعتزل في ايطاليا الكل كان يحبني اما في اسبانيا كنت ضائعا كما ان التعامل مع جوزي مورينيو مدرب الفريق في ذلك الوقت كان صعبا فكنت سعيدا للغاية عند رحيلي والعودة الى ميلان اكد موقع دونبالوني الاسباني حرص رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز في التحاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح المتألق من خلال تقديم مهاجمه الفرنسي ضمن الصفقة المنتظرة بالاضافة الى مبلغ مالي وبدورها نقلت صحيفة ديلستار البريطانية رغبة بيريز في خفض المقابل المدي للصفقة من خلال تقديم مهاجمه الفرنسي ضمن الصفقة وتشير الانباء الواردة من ليفربول عدم موافقة المدير الفني الالماني يورجين كلوب على طلب ريال مدريد ينص تركيز كاتبة المدرب الالماني يورجين كلوب في الفترة الحالية على مواجهة فريق ذئاب العاصمة الايطالية الرهما في ذهب مباريات نصف نهائي دور ابتال اوروبا الثلاثاء المقبل على ملعب الانفلد استطاع صلاح تسجيل اربعين هدفا خلال الموسم مع الرز في كل المسابقات بالاضافة الى تحقيق بعض الارقام القياسية الهم عزيزي متابع قناة عرب قول هل ترى ان فترة الراحة الشتوية مهمة لاندية الدورية الانجليزية شاركنا برأيك مهمة لاندية الدورية الانجليزية اشتركوا في القناة